فيما يتعلق بإعلان العراق حكما بالإعدام بحق 72 تاجرا دوليا للمخدرات خلال عام 2024 هل تعتقد أن هذا الإعلان سيكون ربما رادعا لكل من يحاول أو يفكر في تجارة المخدرات والسموم التي تدخل إلى العراق بالتأكيد هي عقوبة الإعدام عقوبة نصع لها قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 بالمادة 27 من التجارة الدولية للمخدرات فبالتأكيد لو ينفذ هذا القانون يعني ينفذ الإعدام رح يصير رادع للتجار وكل من تسوي نفسه بالتعامل بهذه المواد الممنوعة والخطرة وهل تعتقد أن العراق بات متأخرا فيما يتعلق بتنفيذ هذه الأحكام أحكام الإعدام بالتأكيد متأخر كانت ظروف البلد والحكومات السابقة تراعي مسألة حقوق الإنسان ويعني هواية أمور من هالقبيل حالة وأخرت تنفيذ عقوبة الإعدام نعم الأستاذ حيدر القريشي أضوء الفريق الوطني لمكافحة المخدرات في مستشارية الأمن القومي كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر